رغم بقاء البحرين لأكثر من ثلاثة أعوام تحت المراقبة في تقرير الاتجار بالأفراد الذي تصدره الخارجية الأمريكية سنويا ترى حكومة المنامة أنها اتخذت إجراءات ملموسة من عجل حماية حقوق العمال الأجانب ومكافحة الاتجار بالأفراد وكانت احصائية قد صدرت عن النيابة العامة البحرينية العام الماضي أكدت على أن عدد ضحايا الاتجار بالبشر منذ عام 2008 وحتى 2014 بلغ 115 ضحية كان أغلبها بهدف الاستغلال الجنسي الذي وصل عدد ضحاياه إلى 98 ضحية والباقي كان استغلالا بعقود العمل بما أظهرت الإحصائية أن الضحايا من الذكور تجاوز ضعف العدد من النساء حيث بلغت ضحايا الرجال 147 ضحية بالمقارنة مع 63 من النساء في شقيهم الجنسي أو عقد العمل هناك ممارسات قد لا يعلم من يمارسها بأنه يرتكب هذه الجريمة أو يقترب من حدودها وهناك ضحايا لا يعلمون أنهم ضحايا فالهدف الرئيسي عندنا ليس الآن هو أن فقط نبحث عن المجرم ونحيل للقضاء فهناك آليات قضائية وشرطية موجودة في البحران وقائمة بالواجب والأعداد القضايا تشهد بذلك إنما أن نقف أولا لحماية المستضعف قبل أن يصبح ضحية وقبل أن تقع الجريمة وتظهر الإحصائية عام 2008 بأنه الأقل في قضايا الاتجار بالبشر حيث لم يصدر سوى قضية واحدة فقط وإنما اختفت الظاهرة في 2009 لتعود في 2010 بسبعة أحكام صادرة بلغ ضحاياها 15 ذكرا وست فتيات وكان المتهمون فيها 16 أنثى ثم يتكرر اختفاء الظاهرة في 2011 لتعود مرة أخرى في العام التالي بحكمين صادرين ضحاياهما خمس فتيات وستة ذكور وثمان متهمات الاتجار بالبشر ليس مختصر فقط بالاتجار باللحم الأبيض عفوا ولكن كذلك يشمل الاتجار بالبشر سواء كان من خلال بيع رخص العمل أو الفيز أو حتى حرمان بعض العمال على سبيل المثال بعد ما يغضون فترة عقودهم سنتين أو ثلاث سنوات حرمانهم من أنهم يسافرون على بلدهم أظهرت الإحصائية في عام 2013 صدور ستة أحكام وخمس عشرة قضية قيد التحقيق استملت على ثلاث وثلاثين ضحية أنثى ومائة وثلاثة من الذكور وسبع متهمات إلى جانب ثمانية عشر متهمة فيما أظهرت الإحصائية العام 2014 بتسع قضايا قيد التحقيق استملت على ثمان عشرة ضحية أنثى وثلاثة وعشرين ذكرا سعيدو سري PBC